عمليات البحث متواصلة لمعرفة مصير الطائرة الماليزية المفقودة التي أقلعت فجر السبت من مطار كولا لنبور متوجهة إلى مطار بيكين الدولي وعلى متنها 227 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 12 فردا وبعد مرور أكثر من 16 ساعة من فقدانها عن شاشات الرادار لا زال الغموض يكتنف مصير هذه الطائرة فآخر موقع محدد لها يبعد 150 كم شمال السحل الشرقي لماليزيا وكان يفترض أن تجري اتصالا ببرج المراقب في مطار هوشيمين لكنها اختفت بطريقة فجئية ولم تظهر بعدها وفي إطار عمليات البحث المكثف عن الطائرة المفقودة رصدت طائرات فيتنامية بقعا نفطية كبيرة وعمودة دخان قبالة سوحيلها لكن لم يتضح ما إذا كان لذلك صلة بحدث اختفاء الطائرة الماليزية لغز اختفاء الطائرة حير عددا من خبراء الطيران في وقت كانت تحلق فيه وسط أجواء آمنة ومن دون أن يرد من قيدها بلاغ عن عطل ما قبل اختفائها